مرحباً جميعاً، هذا هو مصنع محمد طبحان، وست تتعلم للمساعدة الحبيبي، طلبة وطلبات الصف الثالثة الإعدادة، تعالوا مع بعض، يلا نكمل بقية المحافظات والمحافظة الرابعة، ودي محافظة الأليوبية، بس قبل من نبتدي، هنصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف يلا سؤال المحافظة الأولاني، بول عاطف and Hatim are talking about a famous food, بولاربي، كلموا عن لعب كورا مشهور، فعاطف يقول له I see that you are busy reading، احنا عارفين إن كلمة busy، لو بيق وراها فعلي فيه ing، ثاني I see that you are busy reading، يعني شايف أن أنت مشغول في الإراءة، فقال له yes, about a famous footballer، فإذا أكيد سأقول له أنا أقرأ عنه، فإذا سأقول له yes, I am reading، ثاني yes, I am reading about a famous footballer، فسالث سؤال قال له محمد صلاح the famous Egyptian footballer، فإذا سأقول له أنت بتقرأ عن مين، ثاني سأقول له أنت بتقرأ عن مين، ثاني سأقول له أنت بتقرأ عن مين، ثاني سأقول له محمد صلاح the famous Egyptian footballer، ثاني سأقول له because he plays for Liverpool and scores its most goals، طبعا هنا ممكن أقول why is he famous، why is he famous، يعني ليه هو مشغول، ثاني why is he famous، يعني ليه هو مشغول، or why are you reading about him، why are you reading about him، قال له because he plays for Liverpool and scores its most goals، طيب فقال له I recommend، عاطف اللي بقول له I recommend you a, I'm sure I will، طبعا هنا ممكن يوصي أنه يتفرج على المباراة بتاعته، فأقول له I recommend you watch, I recommend you watch his matches، ثاني I recommend you watch his matches، أوصيك أنه أنت تشاهد المباراة بتاعته، تعالوا تشوف السيتيوشنز دي مع بعض، بيقول لي your friend told you that his sister had just got a baby boy، طبعا زميل أقول لك أن أخته وضعت مولود، طبعا هنا بيديني أخبار كويسة، فبالتالي سأقول له congratulations، ثاني congratulations يعني تهانينا، ثاني congratulations يعني تهانينا، ثاني congratulations يعني تهانينا، طيب number two بيقول لي you want to emphasize عايز، عايز تأكد that eating healthy food is necessary، طبعا عايز تأكد أن أكل الطعام الصحي ضلوي، طبعا هنا ممكن عادي خالص أقول it's necessary to eat healthy food or we must eat healthy food، يعني احنا لازم نأكل طعام صحي، the next number three or a friend of yours invites you for lunch، يعني صديق ليك بيتعوك على الغداء، refuse politely and give a reason طبعا طالما قالك ارفق بأدب ودي سباب يبا لازم تدي سباب، طبعا هنا سأقول له I'd love to but I have an exam أنا عندي امتحان، I'd love to but I have to visit my uncle, I'd love to but I have to visit my sick grandfather يعني مضطر أن أنا أزور جدي العين، المهم أننا نديله أي سبب، طيب تعال نشوف الكتعة بتاعتنا كده يقول لي ألفرد نوبل، أولين ألفرد نوبل ده، أولاد في 21 أكتوبر 1833 في سويد for a poor family لأسرة فقيرة، he was a chemist كان كيميائي and a great inventor، وكان كمان مخترع عظيم ألفرد couldn't go to school for many years، ما قدرش يروح المدرسة للعديد من السنوات because his father couldn't have enough money، لأن بابا ما كانش معاه فلوس كفاية، بعد كده he was able to study because his father got a good job طبعا لأني بباحث على وظيفة جيدة، فإذا بنوعا لتحق بالمدرسة ألفرد was a very intelligent person he was able to speak different languages، كان بيكلم لغات مختلفة he also likes to read scientific books، كان بيقرأ كتب علمية and to write stories and to write stories وكمان بيكتب قصص After his death, بعد ما ماته in Italy in 1896 at 1896 he left a lot of money so people could start the Nobel Prize بدت الناس تفكر فيه جائزة Nobel These are rewards for people's great achievements لإنجازات اللي بيقوم بيها الناس all over the world in different fields such as medicine, science and literature يعني لناس بتقوم بإنجازات في مجالات مختلفة، شكل الطب والعلوم وكمان الأدب The winner gets both a small trophy and money يعني الفايز بيحصل على كال صغير وكمان بيحصل على فلوس To remember Alfred Nobel, the awards are given on December 10th which is the day طبعاً بتسلم في عشرة دسمبر وده اليوم اللي هو ماته Two Egyptian people won the Nobel Prize فيه اثنين مصريين هما اللي كسبوا جائزة Nobel نجيب محفوظ In 1988 for writing طبعاً نجيب محفوظ ست 1988 وده في الكتابة He wrote 34 novels and more than 300 short stories كتب 34 رواية وكمان كتب 300 قصة خصيرة وده في مجال الكيميا وده في مجال الكيميا هو اللي شاف او اخترى او اكتشف طيب يعني ليه ألفرد نوبل راح المدرسة بعدين طبعاً هنا الإجابة هكون لأن بابا طبعاً حصل على وظيفة جيدة ثاني because his father got a good job طبعاً نشوف number two ولي when are nobles awards given يعني متى تعطى جوائز Nobel طبعاً بتعطى في اليوم اللي مات فيه ألفرد نوبل يبقى الإجابة حكون The awards are given on December 10th which is the day he died وده اليوم اللي هو مات فيه ثاني ده اليوم اللي هو مات فيه طبعاً نشوف number three ولي do you think that Nobel prizes are important why or why not طب هل هي جوائز Nobel مهمة وليه ولي لا طبعاً أكيد هقول يا صيدو أيوة طبعاً هي أكيد مهمة طيب حد ليه بقى هي مهمة هقول they encourage people يعني بتشجع الناس to make great achievements طبعاً بتشجع الناس ان هما يعملوا انجازات عظيمة ثاني بتشجع الناس ان هما يعملوا انجازات عظيمة طبعاً نشوف number four بيقول لي Alfred Nobel died in A when he was 63 طبعاً بقول لي مات فين وهو عنده 63 سنة طبعاً هو مات في ايطالي في ايطاليا طبعاً نجيب محفوظ was the Egyptian to get the Nobel Prize طبعاً نجيب محفوظ كان هو أول مصر يحصل على جالس نوبل فحقول ذا first طبعاً نشوف القصة مالو ماريليكس مالو ماريليكس is a horse that children used to bring him up طبعاً والحصان اللي كان بيجيب له الاطفال التفاح طب إيرل سميث طبعاً قلنا إيرل سميث they had a helper called يورك قلنا يورك دا كان المساعد بتاع إيرل سميث طب بلاك بيوتي طبعاً احنا عارفين انه بلاك بيوتي got his name يعني حصل على الاسم بتاعه by square gordon's wife طبعاً بواسطة زوجة square gordon طبعاً عارفين انه جو جرين ارتكب خطأ كبير جداً لما black beauty was hot so did the wrong things يعني عمل اشياء خطأ when beauty was hot لما beauty كان حراً او كان تعبان وراجع من مشوار طوي طب دعا نشوف السؤال الاول why do you think square gordon was thankful to black beauty طبعاً بيقول لي ليه square gordon كان ممتن لمين لبلاك بيوتي طبعاً حقول because he saved his life يعني انقص حياته when he didn't cross the bridge طبعاً انقص حياته لما مع برشة الكبري طبعاً if you wear horse would you like the doctor to be a rider why and why not طبعاً لو انت كنت حصان ما كان بيلاك بيوتي تحب ان الدكتور ويت هو اللي يكون القائد بتاعك طبعاً هقول له اكيد no لينو حقول because he wasn't a good rider and he was heavy يعني كان وزنه teal تعالا نشوف الاختيارات people think that bottles and paper is very important for environment طبعاً بقول لي الناس بتعتقد ان ايه الزكاجات والورق مهم جداً طبعاً ده اسمي recycling recycling بمعنى اعادة تدوير اللي بعدها number two the flowers in the spring طبعاً الظهور في الربيع the new life after winter طبعاً هنا represent هنا represent بمعنى تمثل طبعا نشوف number three بولي شاهد يعني شاهد شكلها تعبانة that's why وانا that's why دي يا حبيبي بتساوي ويصوم معناها لذلك she is طالما هي تعبانة يبقى she is trembling وانا trembling بمعنى بترتعش طب number four بولي there are a people in the ceremony today compared with yesterday طبعاً طالما قال لي compared with يبقى هنا فيه مقارنة والpeople دي ما لا يا حبيبي الpeople دي اس جامع ومعنى ان هي اسم جامعي يعني راحت لس وراحت كمان مطش بقى many of you طبعاً طالما فيه مقارنة يبقى ازاً هقول fewer طب طبعاً نشوف number five بولي طبعاً طبعاً عشان نقطع العشب بس بستخدم طبعاً جززة العشب اللي هي lawnmower lawnmowers طب تعال نشوف الرب بتاعنا بولي it isn't good for your health to smoke بولي استعمل bad طبعاً هنا فيه اكتر من حل والحل السهل خالص ان انا حقول it was she not good وحوت bad فقول it's bad for your health to smoke ممكن اقولي كمان اللي ممكن اقول smoking يعني التدخين لان هنا ممكن اقولي ابدأ ب smoking يعني اقول smoking اللي هي بتاعتها capital فاذا نحقول smoking is bad for your health يعني التدخين سيء للصح طب تعال نشوف قول you mustn't make noise in the library طبعاً لا يجب ان انت تعمل ضوضاء في المكتبة قول استعمل allowed طبعاً هنا ممكن ابدأ ب you عادي خالص واقول you aren't allowed يعني انت مش مسموح لك to make noise in the library ممكن اقول it isn't allowed for you it isn't allowed it isn't allowed يعني مش مسموح ليك it isn't allowed for you to make noise in the library طب ممكن كمان اقول making noise in the library isn't allowed making noise in the library isn't allowed طب اللي بعد اقول my brother bought me a smartphone ان me هنا هو المفعول الغير مباشر و smartphone هو المفعول المباشر طالما قال استعمل for me يعني قبل حرف القر بقلب على طول المفعوليين يعني هقول اقول my father bought a smartphone for me again my father bought a smartphone for me thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا اللي ما اشتركش في القناة يلا ينزل يشترك بسرعة واللي ما فعلش الجرس ينزل يفعل الجرس عشان يصلك بقية الاختبارات ان شاء الله وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جود باي السلام عليكم